بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور محمد الهاشم العوني من قسم الهندسة المدنية كلية الهندسة جامعة الملك خالد إن شاء الله رح نتناول مع بعض مقرر الستاتيكة وهو تحت رمز 2011 CE Civil Engineering وفيه ثلاثة كريدت آورز طبعا الثلاثة كريدت آورز هنا عندي اثنين نظري وفيه اثنين توتوريولز طبعا هي واحدة لكن في حقيقة الأمر رح لتكون ثنين كونتاكت آورز استاتيكة هي علم السكون وهي فرع من فروع الميكانيكا نهتم فيها بدراسة وتحليل الأحمال هي القوة والعزم في الأنظمة الفيزيائية في حالة التوازن السكوني وبالنسبة لهذا الشابتر رح أسميه الشابتر رقم سفر وأتناول فيه إن شاء الله ما يسمى بمخرجات التعلم لهذا المقرر بالنسبة للمقرر استاتيكة رح اختصرها في أربع أشياء الطالب لما بيخلص دراسة مقرر استاتيكة لازم يكون قادر على تعريف أساسيات القوة في ثناء الأبعاد وفي ثلاث الأبعاد وأيضا يكون قادر على تعريف نظم القوة المتوازية وأيضا يتعامل ويقدر على كتابة التعامل مع معادلات التوازن سواء كان بالنسبة للبارتيكولز أو للريجد بادي وطبعا لازم يفرق ما بين البارتيكولز الجسيمات والريجد بادي الجسم الصلب بالنسبة للكورش لورنغ آت كامرا رقم 2 لازم يكون قادر على تحليل الهياكل البسيطة زي التراصة الجمالون والبيم الكامرا أيضا لازم يكون قادر على حل مشاكل الاحتكاك تحت القيود الرياليستيك كونسترينز أي القيود الواقعية ويكون أيضا قادر على تفسير النتائج وتحليلها وأخيرا لازم يكون قادر على تطبيق طريقة التكامل لحساب السنترويت وهو ما يسمى بالنقطة المركزية أو النقطة الوسطى وأيضا المركز الثقل وأيضا المومة الفينيرشيا أو عزم القصور الذاتي